موسيقى السلام عليكم و أهلين فيكم فيديو جديد اليوم نزلت أبل السكتير الجديد هو الهيو 13.4.5 اللي كنت نتوقع أنه رح تنزل 13.4.1 لكن أبل قد شاريني لفتي سار مثل ما متعودين عليها فتوقعنا حين أنه خلاص أبل بتنزل 13.4.5 خلاص هذا اللي بينزل بعد 13.4 يمكن أبل خطوات اللي سوتها حين انتقلت يمكن هذي البتا يمكن بكرة بعد بكرة لأيام الجاية تنزل 13.4.1 لكل مثلا ما رح تنزل بيتا لكن هذي البتا لكن اللي قبل الأرقام رح تكون العامة يمكن أبل تنزلها العامة على طول في تصحيح بعض المشاكل لأن هنا على الكلام اللي طلعت حين أن أبل ممكن صلح بعض المشاكل اللي موجودة في 13.4 سنتكلم عن المشاكل فالنقزة قوية من أبل أبل صوتها تقريبا في 11.2 نزلت أبل 11.2 بعدها نزلت 11.2.6 ما نزلت 11.2.1 ولا شيء فأبل صوتها مرة ثانية نتكلم عن كل الميزات أو كل الأشياء اللي سوتها حين في الأيام الجديد أبل صوت 11.2 شيء طبيعي أني أنا كنت على النسخة العامة فنزلت البيتا فالقفزة من النسخة العامة أو النسخة اللي موجودة للكل البيتا لازم تسوي كده وحتى الرجوع يعني أنك مثلا إذا نزلت البيتا وأنا على البيتا فبنزل البيتا راح أرجع بعد 4 أو 5 جيجا هي على حسب انتقالك من النسخة العامة إلى المطورين أو الرجوع لها فهذا النسخة لو نشوفه حين نخش نروح عام حاول نشوف الرقم البلت نمبر مثل ما نشوف تغير يعني 17F5034C يعني كم من الرقم علشان نوصل إلى A يعني نتنزل للنسخة لو نشوف هنا عندنا كم كنا 17E55 هذه النسخة اللي موجودة للكل كل حين فشوي فيه جامب خفيف لو ننزل تحت المودن فورمير برضو غيره فيه جامب قوي حق لقط الشبكة والأشياء كلها فلو نشوفها هنا عندنا 1.06 0.00 كنا اول 13.4 كنا 1.05 0.28 طبعا تختلف على كل جهاز على حسب جهازك على حسب الشبكة اللي شبك عليها فمثلا ضيفونات الغديمة ممكن 2 ليس 1 فالجهاز الغديمة والفورمير كان للمده ينزل طيب لو نتكلم عن الميزات دعنا نتكلم عن تحسنات البداية البداية في مشاكل قبل احترفت فيها أول مشكلة الVPN الذي يعرف الVPN أنك تشقق الVPN هنا كانت مشاكل أنّ اللي شقةت الVPN ما راح يكون عندك محمي ما راح يكون عندك محمي ما عنها الVPN هو أصلاً أنّ يكون حماية لحق الشخص اصلاً اختصار الVPN معناته Virtual Private Network يعني هو أساس الVPN حق يحمي الشخص فكانت مشاكل أنّ ما يحمي معلوماتك فابل ممكن صحيحاتها بدل السوفتوير راح نشوف قدام وهذا المشكلة اللي موجودة وبرضو المشكلة الثانية برضو لحق الاشخاص اللي 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 هم تريدين بوين يتفور بعض الاشخاص مشكلة الاشخاص طيب يتجرب ونجرب اول شي عليك انك تتسكر على الادات وتضغط هنا مدة وتروح على البلوتوث لو تضغط على البلوتوث بعض الاشخاص ما يخش البلوتوث على طول يطلعهم برا يخشهم على الادات او ان يسوي كراش يعني يخروج وبعض الاشخاص برضو على الواي فاي فانتو بكيفي كتلو تجربها تضغط كذا وتضغط نهلا الواي فاي انا شوف عدلة عندي وبرضو تيرتين بوين تفور كانت عدلة عندي لكن بعض الاشخاص لو يسوي ذلك الحركة يسوي كراش طبعا لازم تسكر البرنامج وتسويها جربوا انتو وشوفوا هل فيها مشاكل ولا لا طيب احين نتكلم لكم عن بعض التحسينات بعض الاشياء اللي حطتها بل لو نتكلم نبدايا عن الواتش لو نخلش الواتش ننزل الوالت هنا هنا في خيار أبل يعني المعلومات حقة الوالت او كيف التكست او الاسياء المحطوطة هنا قيرتها أبل شوي يقولنا في حركة أن أبل حين كانت تحط البطاقة حقتك طبعا توقع بس في بريكا ما ادري هل في الدول راح تسويه ولا لا انه إذا حطت البطاقتك وكان ما عندك رصيد كفاية راح تجيك اشعرات انه ترى ما عندك رصيد ولا اشياء دي فتحريطات خفيفة محطوطة في الوالت شيء جديد حطوه على الأقل ما توقع ان الكل راح يحتاج لكن الاشخاص اللي يستخدمون ابل ميوزك مثل انا لو تفتح ابل ميوزك عندك وتروح على اي غنية وتريد تسوي لها شير فلو تضغط هنا حين نحطولك ميزة انك تقدر تسوي شير لحق الستوري في الانستجرام فلو تضغط نور هنا راح ننزل تحت نشوف الانستجرام مواجه ندري نضغط عليه يسوي لك الستوري ويحط لك الانستجرام على طب في الانستوري مثل ما نشوف حركة حلوة تقدر تلعب فيها الحلوة فيها الباكيجرام نحقك الورا مثل ما نشوف الانتحرك فشي حلو طبعا انت سويت لها بوست الآن الشخص اللي يشوف يضغط عليه ما يفتح في ابل ميوزك فأتوقع يمكن البيت الثاني او انستجرام تنزل لها تحديث ما دريه الآن لكن حطوا الميزة ولكن توقع في المستقبل راح الشخص لشاف الرابط هذا والحركة هذه يقدر تطعي يفتح أبل ميوزك على طول ما نشوف هنا فهذه الحركة وبرضا نزلت ميزة لو تخش العردات تنزل تحت تخش تسهيلات الاستخدام تنزل تحت راح تشوفها هنا اتفاجأت فيها ما بعرف شنه هذي الشي السوال في لش نزلوها هنا بحط في اليوتيوب ما حتى تكلم في اليوتيوبر فهذه الميزة نزلوها منذ ما نشوف هنا الاصدار الغديم ترتيب ويد فورك موجودة فهذا سترجيد موجودة شلي فيه هذي الميزة فيها الكاستومز او الكاستمايز لحق الاربوتس حقتك مثلا الضغط السريع والاشياء الكل يعرف ان الاربوتس فيها حين ميزة الضغط هنا في الاربوتس الغديمة هنا في حساس للضغط منذ ما نشوف هذا المكان فهنا في ضغط في هابتك في هزل حطيتها في ابنك راح تحس فيها فحطت لك قبل بعض الميزات لحق الاربوتس مش فست الضغط هذا فكتبت لك هنا سرعة الضغط بطيء أبطأ وهنا يعلمك شنهم الضغط هات مرات بيسوي لك وهنا برضو لحق الضغط المطول هنا القصير ومالشنه المهم من الخيار برضو لتحت لفت اتباهي هنا لأن معروف الاربوتس بروي إذا كنت بتركب مثلا واحدة مانع ضجيج على كلامه اللي هو نوائز كونسوليشن ما رح تشتغل أنتو الرد يمركب واحدة في سماعة واحدة لماذا تريد تشقل نوائز كونسوليشن وإذنك الثانية تشتغل أو إذنك الثانية شون تشتغل بابا إذنك الثانية مفتوحة يعني لكن توقع أن بعض الأشخاص مثلا عندهم خلل أو مشكلة في إذنهم الثانية فالرد ما يسمعون فيها لماذا يضعون إيربوتس عشان يشغلون نوائز كونسوليشن في الإذن اللي مركبين فيها فيقدرون يستخدمون إذن واحد مثلا بالنوائز كونسوليشن ما أدري والله لكن أتوقع ميزة تعتبر مفيدة لحق البعض يمكن تقريبا الوحيد اللي موجودة ما في أي شي جديد في السوفتوير مثل ما قلت لكم الرقم الثالث اللي تغير فأي شي يتغير من الرقم الثالث ما رح يكون فيه شي جديد الكل يعرف تكلمت من كثير أن الرقم الأول إذا تغير يعني يعرف أنه ميزات قوية الرقم الثاني إذا تغير يعرف أنه فيه ميزات خفيفة يعني ميزات حلوة أما الرقم الثالث يتغير يعتبر لأصل تعديلات ما في أي شي بس تصعيح أخطاء فحنا كنا ثيرتي بويند فور فنضاف لنا الرقم الثالث ما نضاف شي هنا ولا هنا فيعتبر بس تعديلات خفيفة لكن نشوف قدام هل أبل في النسخة الثالثة بتسوي شي ولا لا طبعا هذه النسخة حصلوا فيها كواد للجوال الجليد اللي بينزل هو iPhone 9 أو iPhone SE 2 أو اللي سمونا iPhone تكلمت عن في حسابي في Snapchat تكلمت لكم شوي فاللي يريد يفهم أكثر حق الـ iPhone الجاي يضيفني Snapchat مثل ما شوال حسابي Snapchat هنا تشرفوا في ضبطكم أدارت تشرككم هناك عن الأشياء التغنية والأشياء اللي بسويها بنزلها لكم فالأشخاص اللي في Snapchat يدرون أنني كنت أسوي ذي الفيديو المهم نكمل معكم لو نتكلم لكم عن Geekbench مع أن ما في فرق ما توقع أن لأشخاص يابون Geekbench لكن نشوف نفتح Geekbench ننزل لكم على March 18 هذه النسخة اللي عند الكل وهذه النسخة اللي نزلت الآن ففي فرق خفيف لو نشوف هذا لحق المتر طبعا هنا 3111 كانت عندي 13.4 هنا 3152 لحق 13.4 0.5 فشي بسيط ولا ينحسب يعني كما ما صار شي أصلا لو نشوف الحق CPU فهنا مثل ما نشوف CPU كان 1285 أحين 1324 في قفزة خفيفة الجميع النواة أو ملتي كورد كان 2315 أحين 1367 برضو قفزة خفيفة بالنسبة لي شي طبيعي عادي ما راح تحسب شي لو نسوي مرة ثانية ممكن ينزل ممكن يرقى يعني الأرقام الخفيفة لا تحسب من حساسها لو نشوف لكم الآن AnTuTuTu لحق الألعاب الأشخاص اللي يحبون طبعا أكثر أشخاص يحبون هذه لو نشوف AnTuTuTu هذا AnTuTuTu أول واحد لحق 13.4 لحق الكل اللي عندها محين مثل ما نشوف الرقم 51 73 70 هذا 30.4 هذا 13.4 0.5 النسخ أول ما حدلت وثبتت وثبتت 50 59 74 طبعا الكل يعرف من فترة لفترة 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 كما نشوف هل هناك فرق بسيط يعني دوبة يوصل 51 هذه النسختين موجودين على 13.4 0.5 النسخ تجربية الأولى فمن نشوف 50 90 29 كان عندي 50 59 74 ففي فرق خفيف بس تغريبا هذة الأشياء هنا على آيباد بس طبعا لا تعبوا من نفسكم الآيباد فتغريبا هذة كل الفيديو هذة كل الأشياء نتوقع أن نهاية الشهر متوقع ما ندري إلى الآن مع الآيفون الجديد اللي ينزل لأن الأكواد حصل الله في السوكتير هذا يوم فتوح المطورين شاهدوا آيفون جديد بالبصمة موجود فأتوقع أن الآيفون الجديد هو رح ينزل مع السوكتير هذا رح نشوف قدام يعني سبعين نشوف ثلاث سبيع ونشوف السوكتير وينزل حق الكل وبعد نخلصنا رح أقول لكم بس معلومة خفيفة أو خبر اليوم نزل وكلمت عنه في الغناة أن أبل حين اشترت برنامج دارك سكاي وذر مثل ما نشوف البرنامج هذا اسم الشركة حقتها جاك آدم فجاك آدم منزلنا برنامج في الأندرويد ومنزلنا في الأيو اس وبعض الشركات برضو تاخذ المعلومات منه عشان تدعم برنامج حقها مثل ما نشوف كان نمبر وين شويس عند أبل ستور أبل شرت البرنامج وكنسلت من الأندرويد حين اللي عند حساب في الأندرويد أو اللي شار البرنامج بربعة دولار راح يقدر يستخدمه إلى ثلاث شهور قدام إلين جولاي بعدها ما راح يقدر يستخدم البرنامج يعني الاشخاص اللي اشتروه يقدرون يستخدمه لذلك الشهور لكن ما تقدر راح ينتشتري إذا كنت لديك في الأندرويد وبتغري ما راح تكنسل برضو الشركات الثانية اللي تستخدمها لان خلاص ما للشركة وابل ما تبي تنزل لحق الشركة الثانية شي طبيعي يعني تبيه بس النظام حقها الان هذا منتما نشوف كان على اسم الشركة والتقييم حقه ممتاز ابل يوم شريت احنا تبحث عنه تغير اسمه كان هذا الصباح انا مسوي سكرينشوت احنا يرجع تبحث عنه فابل ستور رسم البرنامج باسم ابل منتما نشوف فخلاص ابل خدت البرنامج وكل شيء هل ابل راح تخلي البرنامج هل بتخلي فري ما نعلم لان لو تذكرون الشورتكات كان ما بمال ابل هو الاصل انا شريت احنا بمبرو 5 دولار بعدها بكم شهر ابل شريته وخليته فري ونزلته في النظام بعدين فابل هل راح تخلي البرنامج هذا فري ما نعلم هل راح تنزل برنامج خارجي ولا لا ما نعلم هل بردخله في برنامج الودر اتوقع لنا بردخله بردخله في برنامج الودر في السفتيرات الجاي ممكن اس 14 واس 15 ما ندري ما ردي خطة ابل بس ان البرنامج حق ابل حين صار ووقف من الاندرود فهذا الفيديو هذا كل شي ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشترك في القناة ونشر المقطع عمال لايك المقطع وتحليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون يفضل داعاكم ولا تنسون يحسابي سناب شات هذا هو والسلام عليكم